اهلا بكم متابعي قناة الملوك اليوم ايضا سوف نتكلم على حشرة الفاش لان الكثير يسأل من فين تجي هذه الحشرة طبعا هذه الحشرة تجي من نقلة طيور او شراء طيور جديدة من محلات الطيور فضروري جدا عندما تشتري طيور جديدة وخاصة اذا كانت عندك طيور في البيت طيور في التربية الجماعية او في التربية الفردية فضروري جدا عند شراء طيور جديدة ان تضعها في الشمس وان تنظفها وان تفحصها اذا كان يوجد فيها فاش ومن الافضل ان تضع لهم البودرة الخاصة بالفاش وتضعهم في الشمس لمدة اسبوع بعدها ممكن ان نضع الطيور الجديدة مع الطيور الموجودة عندك لان الطيور الموجودة في الاسواق اكثر الطيور تكون مصابة بالفاش وعند نقل الطيور الجديدة الى الطيور القديم باشرة فان الفاش ينتقل وينتشر بسرعة كبيرة وايضا من الاسباب هو عدم النظافة فضروري جدا التركيز على النظافة نظافة القفص وايضا نظافة العش ونظافة المكان الغرفة يعني كل فترة ضروري التنظيف تنظيف الجدران وتنظيف الاقفاص والعشاش وايضا رش الطيور كل فترة بماء المخلوق بالخل الخل التفاح الطبيعي نرش الطيور وايضا نضع الماء نخلط الخل التفاح الطبيعي في الماء ونضعه للطيور حتى تستحم لان الخل خل التفاح الطبيعي طبعا الطبيعي وليس الصناعي يقتل الحشرات الموجودة في أجسام الطيور وايضا ممكن أن نأخذ رشاش ماء مثل هذا رشاش ماء مثل هذا ونضع الماء وخل التفاح الطبيعي ونرش الطيور باستمرار لان الخل التفاح كما ذكرت لكم يقتل الحشرات الموجودة في الجدران وفي الأشاش وفي الأقفاص وايضا في أجسام الطيور فيجب التركيز على هذه النقاط عدم نقل الطيور مباشرة إلى الطيور القديمة الطيور الجديدة والتركيز على النظافة لانها من أخطر الأسباب التي تجعل الفاش يظهر وينتشر بسرعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر